في إطار محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها وعلى إثر معلومات واردة إلى مصلحة البحث والتحرير لدرك الوطني بورقلا مفادها وجود شاحنة متجهة من ولاية ورقلا نحو ولاية باتنا على متنها كمية معتبرة من التبق سجائر على الفور تم التشكيل دورية مع وضع نقاط مراقبة عبر طريق الوطني رقم 49 محور الدواران بين قرية البور وأفران بلدية إنقوسة حيث تم توقيف شاحنة نوع صونة كوم وبعد التفتيش الدقيق لها تم غضب كمية معتبرة من السجائر تقدر بـ 11.960 علبة سجائر نوع أشبي وعلى 8.990 علبة سجائر نوع بي أر كانت مخبأة بإحكام ومموهة بكمية من مادة التمر الجاف وعليه تم توقيف شخصان كان على متن الشاحنة واقتيادهما إلى مقر مصلحة البحث والتحرير من أجل استكمال التحقيق وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة